السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البس المباشرة التابعة لوزارة التربية والتعليم. معدنا النهاردة مع استكمال منهج العلوم لصف السيلس الاعدادي. تحديداً هنكمل درس المرايان. كنا تكلمنا في الحصص اللي فاتت عن آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ خاصص صورة متكونة لجسم يقف أمام مرآة محدبة. وأخيرا هنتكلم عن استخدامات المرايا لإيه المحدبة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. أولا استخدامات المرايا المقعرة. تعالوا نشوف مع بعض كده. ايه أشهر الاستخدامات بتاعتنا للمرايا المقعرة. أول حاجة بيقول لي هي تستخدم في المصابيح الأمامية للسيارات. آآ الفكرة دي يا جماعة وفكرة الكشفات كلها بواجهة عام. إننا بيكون عندي هنا الكشاف مثلا في مصباح أو لمبة. اللمبة دي مفروض إنه بيخرج منها الضوء في جميع الايه? الاتجاهات. فلو شخص واقف هنا. هيصل لي قدر بسيط جدا من الأشعة الضوئية اللي هي رايحة نحيته بس. لكن الجزء ده كله من الأشعة لأ مش هيوصل لي. شايفين الأشعة اللي جاية النحية دي دي كله مش هتوصل للشخص ده. فبدأوا يقترحوا ويقولوا ايه طب ما احنا ممكن نحط مرقاة مقعرة هنا. بحيث إن اللمبة بتاعت المصباح تكون موجودة في بقرة المراية المقعرة. فتخرج الأشعة كده من البقرة. بصتوا. فيحصل لها ايه? تنعكس متوازية. يعني تعملي ترجع لي كده. اهي. فالأشعة كلها اللي هتخرج من البقرة ترجع ايه? متوازية. فهنلاقي إنه وصل للشخص كل الأشعة دي كانت مهضرة ما كانتش توصلني. فبدأت إنها ايه? تنعكس وترجع لي. فده حصل عملية تركيز او زيادة في مقدار الأشعة الضوئية اللي هتيجي عند الايه للشخص. لابد دي فكرة استخدام المراية المقعرة في المصابيح الامامية للسيارات او في مثلا الفنورات البحرية او في كشفات الجيب او المصابيح اللي موجودة في مورات هبوط الطائرات كلها نفس الفكرة. فحط مراية مقعرة عشان تركز اشعة الضوء وتجمع عهالي كلها او تخرجالي كلها في اتجاه واحد زي ما انتو شايفين. يبقى تاني. او الاستخدام من استخدامات المراية المقعرة انها تستخدم فيه المصابيح الامامية للسيارات والسبب هنا لعكس الاشعة الضوئية. استخدام اللي بعد كده? الافران الشمسية. السبب يا شباب هو تجميع الاشعة الضوئية في نقطة واحدة. ايه قصة الفرن الشمسي ده بقى? الفرن الشمسي ده هو عبارة عن مراية مقعرة عملاقة. بتبدأ تستقبل اشعة الشمس لو انتو فاكرين اشعة شمس هي اشعة جاية من مصدر ضوء بعيد. فيحصل لها كلها عملية انعكاس وتتجمع في نقطة واحدة هي الايه? البقرة. فبيجوا عند البقرة هنا ويحطوا المكان او يحطوا الحاجة اللي هم عايزين يسخنوها. فده اسمها الفرن الشمسي. يبقى تاني في الفرن الشمسي ده ما انتو شايفين هو عبارة عن ايه? عبارة عن مرآة مقعرة عملاقة كده. في بقرة المرآة هيبدأوا يحطوا الحاجة اللي هم عايزين يسخنوها. يبقى هنا استخدام المراية المقعرة في الافران الشمسية عشان تجمع الاشعة الضوئية في نقطة ايه واحدة. يبقى انا هنا اعتمدت على خاصية في المراية المقعرة انها مرآة لامة او مرآة مجمعة للضوء. تجمع الضوء عند نقطة واحدة هي الايه? البقرة. يبقى هنا في الاستخدامات في كشفات الجيب. وحنا اتفعنا خلاص. ان انا باستخدم في كشفات الجيب المراية المقعرة عشان ايه? عشان اعكس الضوء. يبقى نفس فكرة اه كشفات الامامية بتاعت السيارة. ايه كمان? يقول لي في الكشفات الموجودة في الفنارات او في ممرات هبوط الطائرات. نفس القصة يا جماعة الفنار البحري او ممرات هبوط الطائرات. انا ببقى محتاجة ان انا اركز الاشعة الضوءية كلها في منطقة واحدة واخرج كل الاشعة في اتجاه واحد عشان يزيد مقدار الضوء عشان اقدر ارشد السفن او الطائرات لمماكن الهبوط بتاعته. نلاقي على المدرج شخص يقف بكشف عشان يعرف الطيارة المكان بتاع الهبوط على المدرج وكذلك الحال في الفنار البحري. من بعيد هو بيجمع الاشعة الضوءية كلها عشان تخرج كلها في اتجاه واحد ويزود مقدار الضوء اللي طلعه. هنا نفس فكرة الكشفات كلها واحدة. كمان تستخدم المرايا المقعرة في صناعة التليسكوبات المستخدمة في رصد الفضاء. اه انا عايزة ارصد الفضاء بإذن انا عايزة صورة مقربة. دي الاجرام الايه? السماوية. الاستخدام السادس بتستخدمها في الكشف عن الاسنان. الكشف على الاسنان. لما نروح للطبيب بتاع الاسنان هللاقيه بيستخدم مرايا صغيرة كده بيدخلها جوه الفك. عشان تديني صورة ايه يا شباب? عشان تديني صورة معتدلة مكبرة. طيب حد فيكم يفتكر امتى باحصل على صورة معتدلة مكبرة باستخدام المرايا المقعرة? ها? يبقى لازم احط الجسم فين بالضبط عشان احصل على النواة ده من الصورة? تمام يا مصطفى برافو عليك. او الاجابة صحيح منك? يبقى تاني يا شباب. نقول كده الاجابة اللي قالها مصطفى. انا بستخدم المرايا المقعرة في الكشف عن الاسنان لانها بتديني صورة معتدلة مكبرة. طيب امتى بتديني صورة معتدلة مكبرة? لو الجسم واقف على بعد اقل من البعد البقري. دي الحالة اللي احنا بنعتمد عليها ان الجسم بيكون على بعد اقل من البعد الجواري فيديني صورة صورة تقديرية ومعتدلة ومكبرة خلف المرآة. فالطبيب هنا هيقدر ان هو يحصل على صورة ايه? صورة مكبرة. الاستخدام السابع في الاعتناء بالواجهة. عشان شوفوا الشنط بشكل كويس. والرجال عشان يبدأوا ان هما يحلقوا اقدان بتاعهم بطريقة سليمة. فلازم يشوفوا ايه تفاصيل الوش كبيرة شوية. يبقى هنا برضو هعتمد على الحالة الاخيرة اللي هي تقوف الجسم على بعد اقل من البعد البقري عشان يديني صورة ايه? معتدلة ومكبرة. يبقى تستخدم المرايا المقعرة ايضا في الاعتناء بالواجهة عشان بتديني صورة معتدلة ايه? ومكبرة. طيب. هرجا افكر حضراتكم ان احنا عندنا انواع المرايا سبقوا اتكلمنا عنها. اتكلمنا عن المرايا المستوية. ولو انتوا فاكرين فاذا واقف الجسم امام مرآة مستوية خواص الصورة اللي بتتكون ليه دائما بتكون ايه? بتكون تقديرية ومعتدلة ومساوية للجسم. طيب. بعد كده اتكلمنا عن المرايا الايه? الكرية. وقلنا ان انا عندي نوعين من انواع المرايا الكرية. عندي مرآة مقعرة وعندي مرآة محدبة. المرآة المقعرة كنت بقول ان المرآة المقعرة هي مرآة سطحها الداخلي هو الايه اللامعة. لكن في المرايا المحدبة لأ السطح الخارجي بقى هو سطح العكس. فاكرين الكلام ده يبقى. اتكلمنا الحصة اللي فاتت عن خواص الصورة المتكونة لجسم يقف امام مرآة مقعرة. والنهاردة بنتكلم عن خواص الصورة لجسم هيقف امام مرآة محدبة. تعالوا نشوف مع بعض كده الصورة المتكونة لجسم باستخدام مرآة محدبة بتتعمل ازي? اولاً الجسم اللي واقف قدام حضراتكم قدام المرايا. فبيخرج منه شعاعين. الشعاع الاول بيكون موازي. اهو. خبط في المرايا بس انعكس الشعاع متفرق بحيث يمر امتداده بالبقرة. لان ما تنسوش ان بقرة المرآة المحدبة بتكون بقرة تقديرية خلف المرآة. الشعاع بيخرج موازي ويرجع مرة على الايه? على البقر. طب شعاعين تاني بنرسمه ازاي? بنرسمه على استقامة مركز التكاور وبيرتد على نفس. نبدأ نعمل الامتداد وارجعي. نقطة طلاقي الشعاعين دول هي دي الصورة بتاعتها. طب العشاعة متقابلتش اللي تقابل هو الامتداد. ايه ده صورة هنا صورة ايه? تقديرية. تقديرية ايه? تقديرية معتدلة. مصغرة خلف المرآة. يبقى الصورة بتاعتي هي صورة ايه? صورة تقديرية. صورة معتدلة. مصغرة. وخلف الايه? المرآة. لخبالنا ان انا عندي هنا في الجزئية دي الخواص بتاعت الصورة علي لكن الرسمة غير مقررة. حبيت ان انا اشرح لكم عشان تعرفوا بس احنا عملناها ازاي قلت. ايه? تاني شباب. الصورة المتكونة للجسم يقف امام مرآة محدبة. هي صورة ايه? صورة تقديرية. صورة معتدلة. مصغرة. وخلف الايه? المرآة. تعاني نشوف مع بعض. استخدامات المرايا المحدبة. خلينا بس نكون متفقين ان المرايا المحدبة بتديني صورة مصغرة. عشان فكرة الاستخدامات كلها بتقوم على الجزئية دي. الصورة المصغرة ايه فايدتها شباب? الصورة المصغرة فايدتها هي توضيح مدى الرؤية او توسيع مدى الرؤية. افهمكم الجزئية دي? كويس. لو انا بصور بكاميرا التليفون. ولقبت في الصورة مثلا تلات اشخاص. يبقى انا بصور بكاميرا التليفون. وجاي في مدى الصورة بتاعتي تلات ايه اشخاص. طب لو انا عملت تكبير. لو انا عملت زوم. ليه? الصورة. كبرت الصورة. ايه اللي هيحصل? هيظهر لشخص واحد بس كبير. مش ده اللي بيحصل في الزوم? يبقى كل ما بصغر الصورة. كل ما بقلل للزوم بتاع الصورة او بصغرها. بيظهر عدد من الافراد ايه اكتر? اهو. يعني بوسع مدى ايه? الرؤية. فهمنا? يبقى بدل ما كنت بشوف. حابة صغيرين? لا بشوف جزء كبير جدا من الايه? من الصورة. يبقى دي فكرة استخدامي دايما للمرايا الايه? المحدبة. يبقى دايما انا بستخدم المرايا المحدبة في ايه يا جماعة? في توسيع مدى الرؤية. طب هحتاج ده فين بقى? هحتاج ده في زوايا الطرق الضيقة. آآ الطرق اللي هي خاصة ان الطرق الجبلية بيبقى لازم محطوط مرايا محدبة على الطريق زي ما انتم شايفين كده? ليه? لان الطرق دي كلها دورانات. فانا ماشي بالعربية مثلا والطريق في دوران بالمنظر ده. لو انا ماشي بالعربية فانا ماشي كده? عيني مش شايفة غير الجزئية دي. لكن مش شايفة اللي جاي من هنا. فعلى طول بنروح حطين هنا مرايا ايه? محدبة. توسع مدى الرؤية مجرد ما بص عليها هشوف انعكاس الطريق اللي جاي هنا ده كل. ما شايفين? اديتني الطريق قدامي بوضوحه. يبقى توضع في زوايا الطرق الضيقة لمتابعة حرقة مرور السيارات بهذا الطريق وتجنب ايه? الحوادس. ثاني استخدام للمرايا المحدبة. نستخدمها في المرآة الامامية للسيارات. بسمالة كنت بتسأليني وبتقولي لي الإجابة دي صحيحة ولا لا? يا بسمالة كان بتقولي سؤال علم. علم لما يأتي. تستخدم المرايا المحدبة في المرايا الامامية للسيارات. وكانت كتبة الإجابة لأنها اطاطي صورة معتدة لمصغرة فيستطيع الصائد كشف الطريق خلفه بوضوحه. دي فعلا يا بسمالة الإجابة. تمام? يبقى تاني. المرايا المحدبة بنستخدمها فين? استخدمها في المرايا الامامية الموجودة في السيارة. لو احنا بصينا على العربية كده هنلاقي المرايتين اللي موجودين على الجنب مكتوب عليهم ايه? الأبعاد في هذه المرايا غير حقيقية. يعني ايه يا شباب? يعني معنى الكلام ده ان المرايا دي بتديني صورة مصغرة. طب انا ليه عايزنا صورة مصغرة? عشان بصوا زي ما انتم شايفين كده. كشف الطريق كل وراي. اداني حركة الطريق كل وراي. يبقى كل ما بصغر الصورة بواسع مدى الايه? الرؤية. بستطيع كشف الطريق بوضوح كبير. كمان نستخدمها? في مراكز التسوق اللي محتاجة معدلات امان عالية. زي ما انتم شايفين ده مركز تسوق بدأوا يحطوا في السقف مرايا محدبة. واخدين بالكم من المرايا المحدبة كشفها الدنيا بالضبط كأنها كاميرا مراقبة. يعني بديها كل الطرق اهيه وشايف كل الناس مجرد ما يبصها على المرايا دي هيبدأ يشوف كل الناس. هي نفس فكرة كاميرا المراقبة كده ولكن طبعا هنا بتكلفها اقل هي موجودة في مراكز التسوق المحتاجة معدلات امان ايه? عالية. فين كمان? في اماكن انتظار السيارات الجراجات الكبيرة هنلاقي محطوط فيها مرايا محدبة. ليه? عشان الاسطائق طبعا هيبدأ يدخل فعايز يبص وراه يبص على الاماكن بتاعة الاستفاف اللي يقف فيها. يبقى لنتمكن من الايه? من الاستفاف. يبقى استخدامات المرايا المحذبة في اماكن انتظار السيارات حتى نتمكن من الاستفاف. كمان بنستخدمها في محطات القطارات والمترو. شايفين هنا القطار في مرايا محدبة في محطة القطار او في محطة المترو. ايه الهدف من وجود المرايا يا جماعة? السواق بتاع القطر. السواق بتاع القطر لازم يشوف المرايا المحدبة عشان يتابع بيها حركة فتح وغلق الابواب عشان ما يقفلش على حد هو لسه بيدخل او بيخرج لتجنب طبعا الايه الحواليس. يبقى حتى يتمكن السائق من فتح وقفل الابواب دون اصابة الايه الركب. يبقى تاني المرايا المحذبة موجودة في محطات القطارات والمترو حتى يتمكن السائق من فتح وقفل الابواب دون حدوث اصابة لركب. كده احنا تكلمنا عن استخدامات المرايا المقعرة. وايضا اتكلمنا عن استخدامات المرايا المحذبة. واخيرا اتكلمنا شباب عن حالات الصورة المتكونة لجسم يقف امام مرآة محذبة. دلوقتي بقى هناخد بعض التدريبات على المرايا. خلينا بس نشوف لو في حد واقف قدامه حاجة الاول. لو في اي اسئلة في درس المرايا ممكن تبعثوا هالي انا معيكم. يلا بينا نشوف مع بعض كده اول تدريب. رجل يقف على بعض عشرة متر امام مرآة مستوية كبيرة. ما هي المسافة التي يجب ان يتحركها تجاه المرآة لتصبح المسافة بينه وبين صورته في المرآة خمسة متر. هستنى اشوف اجاباتكم وبعضين هحل معيكم المسألة. تعال نشوف مع بعض كده. هتتحلس زي المسألة دي. بيقول لي رجل يقف على بعض عشرة متر امام مرآة مستوية. يبقى انا اول حيكة لازم اكون عارفة ان انا واقف على بعض قد ايه عشرة متر من مرآة ايه مستوية. ما هي المسافة التي يجب ان يتحركها لتصبح المسافة ما بين وما بين صورته خمسة متر. زي ما اتفقنا شباب لو انت عايزين تحلوا حل سليم يبقى لازم هنعمل خط ايه اعداد. انا هنا دي المرايا المستوية بتاعتي. رسم كروكي كده بس سريع. انا واقفة على بعض قد ايه? على بعض عشرة متر من المرايا. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ها عشرة. انا واقف هنا. صورتي هتتكون على بعض قد ايه? هتتكون على بعض عشرة زي واحد. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ها عشرة. يبقى دي الصور. يبقى ده الجسد ودي الصورة. طب هو عايز ليه بقى? هو بيقول لي ما المسافة التي يجب أن يتحركها لكي تصبح المسافة ما بينه وما بين صورته في المراية خمسة متر. آه ما بينه وما بين صورته في المراية خمسة متر يعني معنى كده ان الخمسة متر دي مقسومة نصفين. اتنين ونص هنا واثنين ونص هنا. عشان يبقى كلها خمسة متر. تمام? يبقى هنمشي ازاي يا جماعة? هنمشي اتنين ونص النحية دي. واثنين ونص الصورة هتتكون هنا. عشان تبقى المسافة ما بينه وما بين صورته قد ايه? خمسة متر. يبقى دي متر اتنين تلاتة اربعة ونص هنا ونص هنا يبقى كده ايه? خمسة متر. يبقى المسافة ما بيني وما بين صورتي قد ايه? خمسة متر. طب. تيجو نحسب بقى الجسم اتحرك قد ايه? انا عايزة اعرف هو هيتحرك قد ايه? عشان تتكونوا الصورة بالمنظر ده. يلا نعده بسيطة على خط الاعداد. يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ونص. يبقى يجب ان يتحرك الشخص هنا مسافة قد ايه? سبعة ونص متر. بس ما لا عايزة اوصل لك واشوف هل انتي حلتيها ولا ايه? يوسف عرفت الطريقة يا يوسف? حسين. عرفت الطريقة يا شباب بتتحل ازاي? بقى لازم اشتغل على خط اعراض وإلا المسألة دي هتعوك معي. رغم ان هي مسألة سهلة جدا. ادوني بس تمام ان انتو فهمتوها عشان اغير. واشوف مسألة. بسملة مش فهميها. حاضر يا بسملة. هعيدها لك تاني يا حاضر. اول حاجة بسملة لازم تشتغلي على حط اعداد عشان تبقى الدنيا مزبوطة معاك. فهو قال لك ان الراجل بيقف على مسافة عشرة متر بتيجي تحطي مراية وعشرة متر النحيات وعشرة متر النحيات. تمام? يبقى انا حطيت الشورة دي معناها ان انا واقف على بعض عشرة ايه? عشرة متر. طيب. بيقول لي ما المسافة التي يجب ان يتحركها عشان تبقى المسافة ما بينه ما بين صورته خمسة متر. بص يا بسملة. خمسة متر ما بينه ما بين صورته. مش انا بقول ان المسافة بين الجسم بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عنها. طيب انا عايز المسافة دي كلها تبقى خمسة. من اول الجسم لحد صورته تبقى خمسة. يعني معنى كده ان هنا اتنين ونص وهنا اتنين ونص. بص ما لا يبقى الجسم واقف على بعد قد ايه من المرآة اتنين ونص. فتتكون الصورة على بعد اتنين ونص. يبقى اتنين ونص واتنين ونص. البعد ما بين الجسم وصورته قد ايه بسملة خمسة متر. طب ابدأ بقى اطبق الكلام ده تحت. هحط الجسم على بعد قد ايه ها? اتنين ونص. اينا يعني? عشان تتكون الصورة على بعد قد ايه? اتنين ونص. يبقى كده المسافة اللي انا محتاجها قد ايه? خمسة متر. بدي المسافة بتاعتي. هو عايز المسافة دي نا? هو مديهاني اصلا في المسألة هو عايز ايه? عايز ما المسافة التي يجب ان يتحركها الجسم عشان تصبح المسافة ما بينه وما بين صورته خمسة. خلص انا عرفت الجسم واقف فين دلوقتي صح? تعا نشوف كده الجسم اتحرك من هنا عشان يوصل للحتة دي قد ايه? اتحرك ها? متر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ها? سبعة وايه? ونص. يبقى اتحرك سبعة ونص متر في جاه المرعي. بس مالا لو الدنيا مش مظبوطة معيك انا ممكن احلها الطريقة تانية بس انا بحب اتشتغل دايما على خط الاعداد. هو الجسم كان على بعد عشرة. وانا دلوقتي واقف على بعد اقد ايه? واقف على بعد اتنين ونص. يبقى عشرة ناقص اتنين ونص يعني معناها ان انا اتحركت سبعة ونص متر. وطبعا تجاه المرعي لانه هو ايه اللي الكلام دوت فيه بس مالا. اتمنى كده الدنيا تكون بقت واضحة يا بس مالا. بتاع نشوف مثل جميل. اللي جاي بيقول لي كرة زجاجية مجوفة رقيقة سطحها الداخلي عاكس. قطرها اربعين سنتي. تم قطع جزء مناسب منها على هيئة مرآة. عايزين نعرف ما نوع المرآة المتكونة. عايزين نحسب البعد البقري للمرآة. وخواص الصورة المتكونة بهذه المرآة لو وضع الجسم على بعد التسعة سنتيمتر من قطرة. نبدأ كده باول حاجة وتقولولي في التشات نوع المرآة ايه? يلا بينا شباب نوع المرآة. اسرع شوية خالوا كل اجابة لوحدها عشان خاطر تكتبوهم بسرعة يعني يوصلني واحدة بواحدة. مش لازم كله على بعض. تمام فيه ناس جاوبة اجابة صحيحة. يوسف طلب مني اشرح المسألة اللي فاتت بالطريقة التانية. لا يا يوسف للأسف مش هعملها كده لان هي لفة طويلة قوي. فهتضيقني في الحسابات. وهتضيقكم انتم كمان وفيه احتمال كبير للغلط فيها. فانا مش هشتغل. انا باعتمد دايما ان انا في مسائل المرايا والعدسات والانعكاس. وده هتحتاجوه في سنوي بعد كده. ان انا مش عايزة احفظ. انا عايزاكم ترسموا وتشتغلوا على خط اعداد. تقدروا تطلعوا القيم بمندان سرولة. مش مطلوب مني ان انا اشتغل بقوانين واحد احسب حاجة ممكن غلطة بسيطة في اي رقم تبوز بيني. فانا معلش بعتذر مش هقول الطريقة التانية. هلتزم بالطريقة الاسهل والاضبك والافضل عني. بس انا يعني علقت وقلت لزميلك انها صحيحة برضو. لانه حل بيها فما مقدرش اقول ان هي قط. نوع المرآة المتكونة حضراتكم قلتولي انها مرآة مقاعرة. طبعا عرفنا ده من ايه? لانه قال لي الجزء الداخلي هو الايه? العكس. طب. عايزين نحسب البعد البقري. عشان نحسب البعد البقري لازم نشوف هو مديني ايه? ايه الارقام اللي هون مديني. قال لي قطرها اربعين. حلو. ده مديني القطر كله نركز. مديني القطر? اربعين. يبقى انا عشان اجيب البعد البقري في الحالة دي هيساوينا. هيساوي طول القطر. تنتظر. هيساوي طول القطر. على كام بقى? على اربع. يعني هيساوي عشرة سنتيمتر. طب بعد كده بيقول لي وضح بالرسم فقط خواص الصورة المتكونة بواسطة هذه المرآة عند وضع الجسم على بعد تسعة سنتيمتر من قطرة. احنا خلاص عرفنا ان البعد البقر يساوي كم? عشرة. فانا حاطت الجسم على بعد ايه? على بعد تسعة. يعني انا هنا حاطت الجسم قبل البقر. فابدأ اتعامل على الاساس ده. فاكرين الجسم لما بيقف قبل البقر كان بيحصل ايه? الشوعي الاول يخرج موازي ينعنكس مارا بالبقر الاصلية. الشوعي التاني يخرج مارا على استقامة المركز التكاور وهيرتد على نفسه. الاشياء ما تقبلتش بس لو مدناهم على استقامتهم يتقبلوا في نقطة تقديرية خلف المرآة. ويا شباب مني ليكم? حتى لو قال لي وضح بالرسم فقط فما فيش رسم من غير خواصه الا هتنقص درجة الخواص في الامتحاد. حتى لو ما طلبش. تاني بأكد حتى لو ما طلبش وقال لي بالرسم فقط فالرسم معناها رسم وخواص. خواص الصورة هنا لازم اكتبها. صورة ايه? تقديرية معتدلة مكبرة خلف المرآة. يلا بينا حسنا. اتمنى اجابتكم على السؤال. من الشكل المقابل احسب قيمة زاوية الانعكاس على المرآة با. يلا بينا يا شباب. حسنا وهتابع الاجابات. منتظر الاجابات بتاعتكم. احنا عايزين زاوية الانعكاس على المرآة با. زي ما نشايفين الشعاع ساقط بزاوية اربعين. هو مديني طبعا دي مش زاوية سقوط. هو مديني زاوية ما بين الشعاع وما بين السطح العاكس. زاوية كان اربعين. هنحاول كده نشوف. ونحسب قيمة زاوية الانعكاس نشوفها هتكون بكام. طيب اتأخرنا فيه الاجابة. ممكن يبقى فيه مشكلة في النتة عندكم بس بطيئ معايا شوية. فخليني عشان ما استناش ابدأ احل وانتوا راجعوا معايا واحنا شاولين. هوم الديني الزاوية دي طبعا دي مش قيمة زاوية سقوط. فأنا لازم اعمل اول حاجة عمود مقام. عشان ابدأ احسب قيمة زاوية سقوط الشعاع الضوئي. هنسمي الشعاع ده سين تمام. هنشوف قيمة سقوط الشعاع السين على المرآة الف. مش ده عمود مقام. يعني الزاوية هنا تسعين درجة. حالو. تسعين اخدنا منهم اربعين. يبقى قيمة الزاوية دي بكام يا شباب? بخمسين درجة. طيب. سعين عكس. اربعين خمسين. يبقى هنا ايه? هنا خمسين رجعين. يعني زاوية سقوط تسوي زاوية الانعكاس. وبالتالي الزاويتين اللي بره دول قيمتهم هيكونوا قد بعض. دي اربعين درجة. وباخدين بنى من حاجة اصبح هنا عندي مسلس. الزاوية دي بمية وعشرة. والزاوية دي بكام؟ باربعين درجة. طب فاكرين مجموعة زاوية المسلس كام يا شباب؟ مجموعة زاوية المسلس مية وتمانين درجة. طب انا هطرح منهم كام؟ هطرح منهم مية وعشرة دقائد الاربعين. يعني نطرح منهم مية وخمسين درجة. فيتبقى عندي تلاتين درجة. يبقى اذا الزاوية دي اللي هنا دي بتلاتين ايه درجة. طب برضو فين زاوية انا اعكاس على المراية بقى؟ لعمو حضرتك تجي بقى هنا وتعمل لي عمود مقام تاني. لان ده شعاع اصبح شعاع ساقط هنا على المراية دي. فلازم اعمل عمود مقام عشان عرف زاوية السقوط هنا بكام. مش دي تسعين درجة. اخدت منها تلاتين بره بقى هنا كام؟ ستين درجة. دي زاوية سقوط. نعمل شعاع المنعكس كده. فهتصبح زاوية الانعكاس قد زاوية السقوط بكام؟ بستين. طرق. حلو في ناس ما كانت مجاوبة هو. ملأ جاوبة. بسملأ. طبعا بسملأ انت كده حليتي على انها زاوية الانعكاس على المراية ألف. لان هو عايزها بسملأ على المراية بقى. زياد برضو نفس الكلام. واحمد عيصان. احمد عيصان اصلا ايلي زاوية في انكاس على المراية ألف. احمد بص هو اي المراية بقى. جانا طلبت مني اعيد. حضر يا جانا عيوني. تمام يا شباب ممتازين جدا على فكرة. بس هنعيد عشان خاطر جانا ما تبقاش مضايقة مننا. نمسح الكلام ده كله يا جانا. وتعالي صح صحي معايا داني. شو عسا قد بربعني. زاوية دي. مش زاوية سقوط ها. فانا عايز اعرف قيمة زاوية سقوط. يبقى جانا اعمل عمود مقام. طب اعرف قيمة الزاوية دي منين. مش ده عمود مقام. يبقى تسعين نطرح منه الاربعين. تسعين مائس الاربعين. فهتبقى قيمة الزاوية دي بخمسين درجة. يبقى الشوعة ساقط على المراية الف بزاوية خمسين. ينعاكس بزاوية خمسين زيها. جانا بصي. العمود المقام هنا صح. الزاوية بتتعاكس. يعني دي اربعين خمسين. يبقى دي خمسين اربعين. طيب. انا عندي ده مسلس. مجموعة زاوية المسلس مية وتمانين درجة. طب. المية وتمانين دول اخدت منهم اربعين هنا واخدت منهم مية وعشرة اللي هي قيمة الزاوية دي. ففاضل التالتة. يبقى قيمة التالتة هتساوي ايه? هتساوي مية وتمانين اللي هي مجموعة زاوية المسلس نطرح منها كام? اربعين زائد المية وعشر. يعني مية وتمانين ناقص مية وخمسين يعني هتساوي كام? تلاتين درجة. يبقى هنا الزاوية دي بتلاتين. عايز اعرف زاوية السقوط بكام بقى? يبقى اعمل عمود مقاب. ها? عشان اعرف قيمة الزاوية دي. مش ده عمود? يعني تسعين درجة. تسعين درجة انا استلفت منهم تلاتين برا. اتبقى منهم كام? ستين هنا. مش دي قيمة زاوية السقوط. يبقى نعمل الشعاعي المنعكس. وهتكون قيمة زاوية السقوط قد قيمة زاوية الايه? الانعكاس بستين درجة. انا كده خلصت الزاوية كلها اشوف بقى هو عايز في المسألة. هو بيقولي عايز قيمة زاوية الانعكاس على المراية بقى. فين زاوية الانعكاس على المراية بقى? اهي. بستين درجة. يبقى هو ده المطلب. تمام يا شباب? تمام يا يوسف انا شرحته لك من غير ما تقولها. تعال نشوف مثال كمان. في شكل مقابل وضع الجسم في منتصف المسافة بين مرقاة مقعرة. بعدها البقر 10 سنتيمتر. ومرقاة مستوى. حلو. نصحصح ونركز في كل كلمة في المسألة. وضع جسم في منتصف المسافة. انا دي لازم اخد بالي منها ان المسافة دي تساوي المسافة دي. وان المراية المقعرة بعدها البقري 10 سنتيمتر. يبقى دي حاجة تانية برضو لازم اخد بالي ايه? منها ان البعد البقري عين تساوي 10 سنتيمتر. معطياتي لازم اعلم عليها. قال لي فتكونت له صورة بواسطة المرقاة المستوية على بعد 30. حلو. الصورة تكونت هنا طبعا انشان مسافة بعيدة بس فخليني اقول من الجسم هنا. الصورة تكونت على بعد 30. مش انا عندي قانون بيقول ان بعض الجسم عن المرقاة يساوي بعض الصورة عنها. صورتي على بعد 30. يبقى معنى كده ان الجسم ده واقف على بعد قد يا شباب على بعد 30. ايه ده هو مش كان واقف في النص? يعني الحتة دي قد دي يبقى اوتوماتيك. هنا 30 وهنا ايه? 30. يبقى الجسم واقف على بعد 30 سنتيمتر من كل المرقاة. يعني قال لي ان الجسم في نص الايه? المسافة. حتى الان انت وا فاهمين? انا بحلل معطيات المسألة بس. من غير ما اشوف هو عايز ايه? حتى الان فاهمين يا شباب قبل ما اكمل? يعني ده اساس المسألة. تمام فاهمين? طب لو فاهمين تقدروا تكملوا حل بقى بنفسكم? هابيقول لي ارسم مصاري الاشعة المتكونة. اه ارسم مصاري الاشعة للصورة المتكونة بوسطة المرقاة المقعرة. الجسم واقف على بعد 30 سنتيمتر من المرقاة دي. حتى فيكو يقدر استنتج هو كده واقف فين? وايه هي خواص الصورة? برافو جانا برافو ممتازة. الجسم واقف على بعد 30. وهو ايه اللي النعين بعشرة? البقرة? البعد البقري بعشرة يعني البقرة عند كام? عند العشر سنتيمتر. يعني المركز عند عشرين. الجسم على بعد قد ايه? على بعد 30 سنتيمتر. يعني الجسم فين يا جماعة? الجسم بعد المركز. اظن كده الدنيا بقت سهلة. نحط بقى الحالة. اذا وقف الجسم بعد المركز. يخرج الشعاعي الاول موازي. وينعكس مارا بالبقرة. الشعاعي التانية يخرج مار بالبقرة. وهي العكس موازي للمحور الاصلي. نقطة التجمع بتاعة هتكون هي دي الصورة بتاعتي. خواص الصورة المتكونة هتكون صورة حقيقية. مقلوبة. مصغرة. بين البقرة والمركز. حلو شباب انتو كلكم شغالين معايا وممتازين بصراحة. رفو عليكم. ما شاء الله. نكمل. بيقولي بالنظر للشكل المقابل. اوجد قيمة الزاوية تاين رقم واحد ورقم اتنين. مسألة المرادية سهلة ونفس فكرة المسألة اللي فاتت فلو زبطة معيكم ممكن تقولولي قيم الزاوية. نبدأ الاول بقيمة الزاوية رقم واحد وسوي كم؟ تمام يا جانا. جانا قالت لنا ان زاوية السقوط باربعين ودي زاوية انعكاسي بقدي رقم واحد هتكون قدي زاوية السقوط يعني هتساوي كم؟ هتساوي أربعين درجة. طب قيمة الزاوية رقم اتنين اعرفهم مين بقى؟ لازم اعرف تجمع زاوية المسلس ده عشان اقدر اجيب قيمة الزاوية دي. فما ننساش ان الدعا مدمقة. فالزاوية دي كلها بتسعين درجة. انا اخدت منها ربعين بره يبقى كم جوه؟ خمسين. وهو قال لي ان ده مسلس قائم الزاوية. وانا عرفت منه زاويتين خمسين ودي كم؟ تسعين درجة. يبقى الزاوية الثالثة قيمتها قدي يا شباب؟ بالراحة كده نبدأ نقول. مية وتمانين درجة. هنترح منها كم؟ تسعين زائد خمسين. تسعين وخمسين مية واربعين. مية واربعين من المية وتمانين. يعني قيمة الزاوية دي هتساوي كم؟ أربعين درجة. طيب. مجد عمود مقام؟ يعني الزاوية دي كلها على بعضها بتسعين. طيب أنا أخذت أربعين بره يبقى كم جوها؟ تسعين مائس أربعين. يعني هتساوي خمسين درجة. يبقى قيمة الزاوية رقم واحد. طلعت بأربعين درجة. قيمة الزاوية رقم اتنين طلعت بخمسين درجة. شوف المسألة اللي بعد كده بتقول. إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الصاقط والسطح العيكس لمرأة مستوية تساوي مائة واربعين درجة. احسب قيمة زاوية الإنعكس. مسألة زي دي يا شباب عشان تتحل لازم أرسم. تعود نفسينا في المرايا والعدسات لازم أرسم. زاوية محصورة بين الشعاع الصاقط وسطح العيكس. فأنا لازم أرسم الشعاع الصاقط. اهو. بيقول الزاوية مائة واربعين. اه. هنا بقى فيه تكة. تعالوا نشوفها كده مبادة تكة دي ايه. هل الزاوية دي ينفع تكون بمائة واربعين؟ لأ. لأنه أصلا فيها عمود مقام هنا تسعين درجة. فلازم الزاوية دي تكون قيمتها أقل من المية وإيه؟ من التسعين. ما فيهاش خالص دي تكون بمية وإيه؟ واربعين. إذا المية واربعين اللي هو يقصدها يقصد الزاوية دي كلها بمية واربعين درجة. اه. طيب. عشان نحسب قيمة زاوية الإنعكاس. هعمل إيه؟ لازم يجي عامل عمود مقام. عشان نعرف أصلا زاوية السقوط بكام. حل. يا ميس هو مش ده عمود مقام. يعني الزاوية دي تسعين. طيب. مش كل دي بمية واربعين. طيب أنا عايز أعرف دي بكام. زاوية السقوط بكام. يبقى زاوية السقوط. هتساوي. المية واربعين هنطرح منها العمود المقام. هنطرح منها التسعين درجة بتاعة العمود المقام. يعني هتساوي كام يا شباب؟ مية واربعين نقص تسعين. يعني هتساوي كام؟ خمسين درجة. يبقى أنا عارفت قيمة زاوية السقوط بخمسين. إذن الشعاع هينعكس بزاوية كام؟ خمسين درجة. يبقى قيمة زاوية الانعكاس هتساوي خمسين درجة. في مشكلة عند حد؟ في ناس كانت مجاوبة صيح؟ أحمد عصامون عارفت طريقة الإجابة إيه؟ يوسف متأخر قوي في اللايف يا يوسف انت في المسألة اللي فاتت. حاولوا شباب بعد كده لو سمحتوا لما تيجوا تسمعوني تجيبوا المؤشر بتاع اللايف للآخر عشان تبقوا متابعين معي عشان الإجابات اللي انتو بتبعتوها تبقى نفس إجابة للمسألة اللي أنا هقف عليها. السؤال اللي جاي سؤال سهل جداً بيقول لي أذكر فرقاً واحداً بين مركز تكاور المرآة المقاررة ومركز تكاور المرآة المحدة. السؤال سهل خالص شباب؟ تمام حلو. قلت فعلاً الإجابة صحيحة. قال لي مركز تكاور المرآة المقاررة بيقع أمام المرآة. مقاررة أصلاً سطحها العيكس هو السطح الداخلي. فالمركز بتاعها فين؟ مركز بتاعها أمام المرآة. لكن المرآة المحدبة سطحها العيكس هو السطح الخارجي. فالمركز بتاعها فين؟ خلف المرآة. كده يبقى أنا وصلت النهاردة لنهاية الحلقة بتاعتي. هرجع أفكر حضراتكم. إحنا النهاردة كنا بنتكلم عن استخدامات المرايا المقاررة وخواص الصورة المتكونة لجسم بيقف أمام مرآة محدبة واستخدامات المرايا المحدبة. أتمنى تكون الدنيا واضحة بالنسبة لحضراتكم. وتكون وصلت المرايا بشكل جيد. خدناها على مدار أكتر من حصة وشرحت لكم مسائل. جانا كانت طالبة مني أكتر من مرة مسائل على الانعكاس. حاولت أن أنا أجيب لها مسائل النهاردة كتير على الانعكاس عشان الدنيا توصل معيها بكويس. وأتمنى تبقى الدنيا أحسن شوية. حاولوا ذكروا المرايا حلو وتأكدوا منها وتبطوا عليها شوية عشان خاطر هتنفعنا في العدسات كتير. شوفكوا على ألف خير. الحصة الجاية. ما تنسوش تابعونا. وقولوا البقية زمايلكم عشان يدخلوا معينا. كل شكري وتقديري لكم بجد على مستويكم الرائع. وشكري خاص لإقدارة التعليم الإلكتروني على المجود اللي بيبذلوه معايا. شوفكوا على ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.